اه الاخبار الخاصة ايضا بالنادي الاهلي يعني فيلر من المداربين اللي اثاروا واثاروا بشكل كبير مع الجماهير الراجل عندوش مشكلة انه يعود للنادي الاهلي بشرط ان النادي الاهلي يدفع الشرط الجزائي الخاص بالفريق الياباني اللي هو بيدربه في الوقت الحالي ولكن شرط جزائي كبير جدا جدا نتكلم في 2 مليون ايورو وبالتالي طبعا شرط صعب ان النادي الاهلي يدفعه في الوقت الحالي مش عشان عاجة لكن هو فعلا شرط كبير إلا بقى لو الراجل اتفق انه يدفع النص مثلا او تلت ارباعه النادي القالة يدفع جزء يعني ده على حسب طبعا الاتفال لكن موجود يتنظر انه هيكون صعب على النادي القالة انه يدفع هذا الشرط الجزء الالي باستقر على عودة كهربا واحمد ياسر يعني يعني الراجل ميشي واللي كانت عامل المشكلة مع كهربا ميشي وبالتالي كانت لجنة تخطيط وشركة الكورة بتوصي بإعادة كهربا واحمد ياسر ريان هما هيفيدوا كتير في الفترة اللي جاية وزي ما احنا قلنا كان العقبة او اللقمة اللي في الزور في عودة كهربا هو موسيماني موسيماني خلاص رحل في الوقت الحالي وبالتالي يعني عودة كهربا واحمد ياسر ريان يعني هتبقى موجودة في الفترة اللي جاية كانت الخطيب وانا بقول ان الخبر ده خاص بسامي قمصون وانا عارف ممكن يكون ليه موجود في الإدارة في النادي الآلي التفكير ده كبت الخطيب يرفض استمرار سامي قمصون كمدير فني حتى نهاية الموسم وان البحث عن مدير فني اجنابي يبقى موجود حتى يعني في الفترة القدم هي فكرة انك يعني اي مشكلة ممكن تحصل في الدوري او الكاس لانك النادي الآلي في بطلتين كاس ودوري ممكن تأثر على العلاقة ما بين الجمهين وسامي قمصون وبالتالي تحميل المسؤولية سامي قمصون في الوقت ده ممكن يكون عند الكاتل خطيب هو ما يحبزوش بالرغم انه ممكن سامي يعمل نتيجة جيدة جدا في مرش الزمانك يعمل نتيجة جيدة جدا امام بيرامدس لكن مشوار الدوري طويل وممكن امور كتيرة تحدث في الوقت ده عشان كده ممكن يكون التفكير عند الادارة هو ان يكون فيه مدير فني اجنابي في الوقت القادم بالاضافة لوجود كابتن سامي قمصون في الجهاز الفيديو